نروح بقى لأخبار الزمالك وأول أخبار الزمالك للأسف يعني مش بحب نبدأ بالأخبار دايما بحاجات سلبية بس الخبر الأبرز في نادي الزمالك دلوقتي هو أزمة تجديد عقد السيف فاروق جعفر إيه اللي حصل من كم يوم السيف فاروق جعفر في الزمالك خلاص من كم ساعة السيف فاروق جعفر في برامل إيه اللي بيحصل تعالوا أحكي لكم كل التفاصيل من الأول للآخر يلا بيا أولا بداية الأزمة في تجديد عقد السيف جعفر بنادي الزمالك كانت بتوقيع اللعب بعد نهاية شهر يناير الماضي لنادي برامل لتأمين نفسه بعد أن علمه بعد موجود رغبة في الزمالك لتجديد عقده بجانب زميله يوسف أسامة نبيه ثانيا جلس التوقيع السيف جعفر مع مسؤولي براملز كانت في منزل اللاعب وقام سيف بالتوقيع على عقد مدته أربع مواسم مقابل تمانية مليون جنيه في الموسم الواحد وحصل على الشيك بمقدم التعاقد بقيمة خمسين في الماء يعني أربع مليون جنيه خدهم كده يعني من أول الموسم على أن يتمكن من صرف الشيك في الأول من شهر أغسطس المقبل لكن مسؤولي براملز وعدوا اللاعب بالتراجع عن الاتفاق الذي تم بينهما حال اتفق اللاعب مع الزمالك على التماشي خلال الفترة الماضية عقد اللاعب جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك أبلغهم بتوقيعه النادي براملز وتعهد مسؤولي الزمالك لسيف بحال الأمر إلا أن الزمالك تفاجأ بموقف براملز المتمسك بعقده مع اللاعب حيث طلب مسؤوليه أن يقوم الزمالك بشراءه منهم إذا ما أراد استعادته ونفس الأمر بالنسبة لزميله يوسف أسامنة به الذي يوقع لبراملز هو الآخر تحول جديد الساعات الأخيرة شهدت غياب اللاعب عن المران يومي السبت والأحد وقال مسؤولي الزمالك أن غياب اللاعب يوم السبت جاء بعد حصوله على إذن بينما غيابه عن مران الأحد كان بسبب الغاء المران ماشي يعني الزواتي سيف بريء إلا أنه سيف أكد لبعض المقربين منه أنه غير متطمن أو مطمئن لموقف الزمالك من تجديد عقده لذلك غاب عن المران في آخر يومين وأنه لن يطمئن إلا بحصوله على مقدم العقد خامس دي بقى الخامسة دي الطازة قوي يعني الخبر الطازة جدا يعني الزمالك بعد غياب سيف عن المران أكد عبر إدارته أن اللاعب وقع على عقد من أربع نسخ مع النادي اللي هو نادي الزمالك وقام بالحصول على هذه العقود من أجل ضم توقيع والده عليها بجانب توقيعه لأنه وعدها بذلك ماشي كما قام الزمالك بإحالة الإدارة الذي سلم اللاعب العقود للتحقيق الإدارة اللي سلمت اللاعب العقود للتحقيق وأكد مسؤول الزمالك أن السيف عرضت تراجع عن عقده مع برامج والتوقيع للزمالك من جديد مقابل 12 مليون جنيه في الموسم ده على عقدة إدارة نادي الزمالك أن السيف طلب 12 مليون جنيه في الموسم للتجديد وده الأمر اللي رفضته إدارة نادي الزمالك وأعلن أسوريو رغبته في عدم استمرار السيف ويوسف نبيه مع النادي طيب أنا أحكي لك أو هقولك رأي سيف فاروق عفر لاعب مهم يوسف قسامة نبيه لاعب مهم الاتنين كده خلاص راحوا برامج طيب بالمناسبة الاتنين أولاد نجوم تاريخيين في نادي الزمالك فدي اللي بتزعل الجمهور منهم كمان يعني وفيه رأي يقولك لا ما هقول الاحتراف بيقول إيه أنا عادي خلصان مع نادي الزمالك ونادي الزمالك ما كانش يجدد لي عادي من بدري فأنا من حق أروح أوقع نادي اللي أنا عايزه خاصة لو المقابل المادي أعلى من نادي الزمالك من الدهوني لو تمشي مكلمك بقى على انتماء ولا حب ولا كم دا كله ولا مكلمك على كل واحد بيفكر إزاي أنا هنا واقف عند حقتين أول حاجة لو لو الزمالك مع نهاية الموسم الماضي مع نهاية الموسم الماضي واللعبين دول بدأوا يتقلقوا ويبدأوا كان من المفترض تجدد بدري بدري خلص حكايتك ما سنناش للآخر دي الجزء اللي عند إقدارة نادي الزمالك بس فيه جزء تاني وده المهم في رأيي بقى في كل الحكاية دي في كل الحكاية دي إن الراجل أصلاً أسوريو ما كانش بيعتمد على يوسف أسامة نبيه ولا بيعتمد على سيف جعفر أساساً وبالعكس تحديداً في قصة سيف جعفر طريقة أسوريو اللاعب اللي زي سيف اللاعب اللي بيلعب رقم عشر أو حتى تمانية بواجباته جميع مش قوي في طريقة أسوريو فأصلاً أصلاً أنت كنادي لو المدرب مش مقتنع باللعبين دول حتى لو أنت شايفهم مستقبل حتى لو أنت شايفهم بأي طريقة لا خلاص مش مشكلة عوضهم باللعبين آخرين يبقى محتاجهم المدرب اللي الآن تبقى تشوف أنا سبتلك الحكاية الإدارية كلها والفلوس والانتماء ومين عقده أكبر ومين عقده أحسن ولا الكلام ده كله حطه على جنب حطه على اليمين تعال بقى النحط تانية تعال نحط تانية وشوف أسوريو أنت محتاجهم عم أسوريو ولا مش محتاجهم لا مش محتاجهم خلاص شكراً يبقى فيه مدرب تاني مثلاً في نادي آخر اللي هو برة من ذلك مثلاً محتاجهم يستفيد منهم والزمالك يجيب لعبين المدرب بتاعه اللي هو أسوريو يستفيد منهم دي الحكاية من أولها لأخيرها بالنسبالي اللي احتياج الفني هم لعبين كويسين آه لعبين كويسين مميزين آه مميزين بس الراجل بالنسباله مش محتاجه زي اللي لسه كنت بتكلم معك من اللحظات اهو ايمان اشرف مدافع دولي ومدافع كبير واسس النادي الاهلي ومنطقة مصر الفتحات الماضية الراجل مش مقتنع به هو حر هو حر فيمشي ايمان اشرف بالمناسبة بنهاية عقده برضو وهيمشي فري النقطة الصغيرة بس انا بكلم فيها ادارة نادي الزمالك وادارة النادي الاهلي واي ادارة كبيرة في مصر او حتى مش كبيرة يعني مش النادي كبيرة اقصد يعني انه اللاعبين الصغيرين تحديداً الصغيرين في السن يعني زي يوسف اسامة او زي سيف دول لازم يتجدد لهم من بدل بعقود طويلة الامد عشان يئما تستغل بعقودهم ده في بيعهم واستثمار فيهم يئما تستفيد منهم في الملعب بس ابداً عقودهم ما تخلصوا هم معاك دي نقطة اكيد الكل عارفها يعني بس فنان خلص دائماً راجل مش محتاجهم يشوفوا حلهم ويشوفوا مستقبلهم ويروحوا لمدرب ممكن يكون هيستفيد منهم في طريقة لعبهم